هذا وتبنت دول العالم اليوم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريدياً عن الوقود الأحفورية بما يشمل الفحمة والنفط والغاز وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي تم إقرار النص المنبثق عن مفاوضات مطولة في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 بدبي بالتوافق ومن دون أي اعتراض من نحو 200 دولة حاضرة في الجلسة الختمية للمؤتمر بعد مرث طويل من المفاوضات تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى التحول باتجاه التخلي تدريدياً عن الوقود الأحفوري بما يشمل الفحمة والنفط والغاز وهي المواد التي تعد مسؤولة عن الاحترار المناخي النص المنبثق عن مفاوضات مطولة واصل خلالها المفاوضون الليلة بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28 المنعقد في دبي تم إقراره بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين حوالي 200 دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر إنه قرار تاريخي لتسريع العمل المناخي يجب أن نكون فخورين بهذا الإنجاز التاريخي والإمارات العربية المتحدة بلدي فخورة بالدور الذي أدته للتوصل إلى الاتفاق من جانبه شدد المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري على أن اتفاق دبي يدعو إلى التفاؤل في عالم يعاني من النزاعات يجب على الجميع هنا أن يكونوا سعداء لأنه في عالم مليء بالنزاعات في أوكرانيا والشرق الأوسط وجميع التحديات الأخرى لكوكبريان هار فإن هذه هي اللحظة التي اجتمعت فيها التعددية بالفعل وأغذي البشر في الإهتمامات الفردية وحاولوا تعريفها إلى الصالح العام تزامناً مع ذلك اعتبر الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن عصر الوقود الأحفري يجب أن ينتهي ويتضمن الاتفاق كذلك الدعوة إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة وطيرة تحسين كفاءة الطاقة مرتين بحلول عام 2030 وتسريع التكنولوجيات ذات انبعاثات صفر كربون أو المنخفضة الكربون بما في ذلك الطاقة النووية والهيدروجين المنخفض الكربون وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه وهي ما زالت غير ناضية ولكن تحبذها البلدان الغنية بالنفط حتى تتمكن من الاستمرار في إنتاجه